بسم الله الرحمن الرحيم يا سيوم والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على شراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما ونذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرين فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا في إلى الأبقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سسدا ومن خلفهم سدا فوشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لا تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر الرحمن بالغيب فبشروا بمغفرة وجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا آثارهم وكل شيء نحصيناه في إمام مبين ودربوا له مثلا أشحاب القرية إذ جاءنا المرسلون إذا رسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالثين فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل رحمن من شيء أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم له أرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنغدمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا تغيركم معكم أين ذكرتم بلانتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجر وهم ممتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتقذ من دوني يا ليتني رذر رحمة بدل لا تغذي عني شفعتم شيئا ولا يوقظون إني ذا لفي دولان مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل لقل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما ززنا على قومه من بعده من جنود من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا شيحة واخدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستمزرون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا مقدرون وآية لهم الأرض الميتة أحيينا واخرجنا منها حبا فمنه يأكلون واجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت ويدهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج قل لها مما تنبت الأرض ومن آفسهم ومما لا يعلمون فآية لهم الليل نسلق من النهار فإذا هم مظلمون فالشمس تجري لمستقر لها ذلك تقضيه العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عدف العرجون القديم للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار فكل في فلك يسبعون فآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشعون فخلقنا لهم من مثله ما يرقبون وإن نشأ نغرقهم فلا سرق لهم ولا هم ينقضون إلا رحمة منا ومتاعا إلى قين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعن لكم ترحبون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عننا مردين وإذا قيل لهم افقوا مما رزقهم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ونطعم من لو يشاء الله وتعمه إلا أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا شيحة واحدة تأخذهم وهم يقسمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أجلهم يرجعون ونفق في السور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينصرون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صحيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا مقدرون فاليوم لا تظلوا رسول شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكرون هم وأزواجهم في ضلال على الآرائك مبتكيون لهم فيها فاكية ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعد ليكم يا بني آدمان لتعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن يعبدوني أذا شراط مستقيم ولقد أغل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم تعدون إصدقوا اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نخطم على آفواههم وتكلمنا إليهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانته فما استطرعوا مديا ولا يرجعون ومن نعمر نكس في القلق أفلا يعطلون فما علمناه الشعبا ينبغي له إنه إلا ذكر وقرآن مبين ليعذر ما كان حيا ويحق القول على الثافرين أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا نعما فهم لها مالكون وذللنا لهم فمنها رقوبهم ومنها يأكلون وهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلية لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جهود مهدرون فلا يحزن قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نرفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحق العظام ويرميم وليحيها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقلون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبعان الذي بيده ملقوت كل شيء وإليه ترجعون